ده كان كلام مهم لكن هناك كلام أهم في الغربال الملهم والأيقونة والمستحيل عارفين المستحيلات التلاتة الغول والعنقاء والخل الوافي تمال يقول لك ده ربع المستحيلات طب هما التلاتة ايه؟ الغول والعنقاء والخل الوافي النادي الآلي جمهوره اعتاد أنه المستحيل مش أهلاوي وقد كده الآهل يتحول بهذه القيمة الرياضية إلى نموذج ملهم حتى أنه كل من يرتبط به يقدر فعلا يثبت أنه المستحيل مش أهلاوي بيج رامي أو رامي السبيعي بطل العالم في كمال الأجسام كان نموذج فعلا استفاد من تجربة الأهلي كملهم إلى الدرجة اللي بعد تتويج بيج رامي بمستر أولمبيا يكتب عنه مين الأستاذ فاروق جويدا الشعر الكبير لما يندهش وينبهر من عضلات بيج رامي فيكتب مقالته في الأهرام بيقول بيج رامي بطل من كفر الشيخ وبيقول للأستاذ فاروق جويدا باشوندس كم من الممكن أن يبقى مع إخواته في كفر الشيخ يصطدون السمك في بحيرة البروليس ويكملون المشوار في هذا العالم بعيدا عن الأدواء لكنه رفض التهميش وأصر أن يأخذ مكانا ليس في مصر وحدها ولكنه انطلق إلى أفاق أخرى وسفر إلى أمريكا في أكبر مسابقة في كمال الأجسام ليحقق لمصر نصرا عالميا ويعود حاملا للقب بطل العالم في كمال الأجسام إنه رامي السبيعي بطل العالم في كمال الأجسام الذي عاش في إحدى قرى كفر الشيخ يمثل نموذجا لشاب مصري تجاوز بحلمه كل الحدود أنا لا أفهم ده الأستاذ فاروق جويدا أنا لا أفهم كثيرا في عالم الرياضة رغم أني أشجع عالم الأحلام ونحن أمام شاب صنع حلما كبيرا أن يكون رمزا وبطلا في لعبة تتطلب أن يكون الإنسان قاسيا على نفسه إلى أبعد الحدود هو دي يعني الناس يقول لك كمال الأجسام ما بيعمل عضلاته لا كمية التحدي اللي بيخدها الإنسان مع نفسه يعني البطل في كمال الأجسام هو بطل بيتحدى مين بيتحدى نفسه بيتحدى رغباته بيتحدى عاداته إذا كان عايز ينام إذا كان عايز يأكل على راحته إذا كان عايز يصهر إذا كان بيحط معايير يفضل لازم يسبقها فحياة لا يعيش هاي البطل آخر يعني هو في الترفيه أعتقد أنه أقل الرياضيين حظا في اختيار حرية الترفيه بيقول كمان الأستاذ فاروق جويدة كان يمكن أن يبقى في قرياته يصدد السمك ويزرع الأرض بصوا عضلات بيت جرامي لا ما علينا نحن عادينا صورة له صورة مش جرافيك يقول كان يمكن أن يبقى في قرياته يصدد السمك ويزرع الأرض ويتزوج مثل كل المصريين لكنه رفض هذا الواقع وتمرد عليه إن السر وراء هذا النجاح أننا أمام حلم كبير صنعه إنسان كبير لا أخفي إعجابي بحلم هذا الإنسان يا جماعة اللي بيتكلم شاعر كبير يعني إذا اللي شايفينه دا يا سيد إبراهيم مش أحد تمثيل الإغريق بالضبط عمال أقول لك إنما ده بني آدم صحية واقف قدامك بعضلاته يلتحف بعالم مصر ليه إحنا بنتكلم عنه سيد فرو جودة بيقولك إن تشجيع هذا النموذج المشرف مسئولية وطنية على الدولة وأطالب وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشجيع مثل هذه المواهب إن الرياضة ليست فقط كرة قدم وليست لعبا يحرز هدفا ولكن هناك بطولات فردية يجب أن نشجعها كل الزوايا كما أنه واجب رجال الأعمال أن يتبنوا هذه المواهب لأنها أفضل أنواع الاستثمار إنها بناء البشر إن سوق الأحلام كما يقول الأستاذ فرو جودة إن سوق الأحلام من أكثر أسواق الحياة نجاحا والشعوب الوعية والشعوب الوعية ترى في البشر أفضل وأغنى أنواع الاستثمار وتجربة السبيعي ابن البورولس البسيط درس للشباب أنه لا شيء مستحيل حتى لو كان الحلم في أمريكا يجب أن نحتفل بهذا الإنسان البسيط الذي حمل لمصر لقبا وإنجازا نعتز به جميعا من حق السبيعي أن يكرم في وطني شوفها طبعا نحقه يكرم جدا يكرم كم كرامز للسيطرة على الذات والعدو في اتجاه الحلم العدو يعني وبعدين على فكرة عشان يوصل لكذا ده سنين سنين من الصبر والعمل المنظم العلمي جدا لأن كل على فكرة ممكن جدا لو بتشوف بجلات كمال الأجسام حتجد ناس أحجامها العضلية ربما أضخم لكن الكمال الأجسام يعني إيه هو اسمه كمال الأجسام مش جمال إنه هو بيبقى فيه تناسق العضلة والحجم وعلاقتها بالعضلات الأخرى لازم تبقى متناسقة جدا 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 بحيث يبقى تناهم جميل في الآخر فمش مسألة إنه بتضرب وخلاص وإلهوب وشده حلك لا ده فيه تقنين إنه ربما ما فيش عضلة تضغى على عضلة ولا تسرق الكاميرا منها وبتاع الشو اللي بتعمل ده بيبقى شوه مدروس جدا جدا بيجرامي هيرجع القاهرة من أمريكا إن شاء الله يوم الحد لكن هو من فترة كان ضيف هنا في قناة الأهلي مع الزميل هيسم السعيد سألوا الكابتن هيسم عن إيه رأيك في النادي الأهلي؟ إيه علاقتك بالنادي الأهلي؟ إيه مدى تأثرك بالنادي الأهلي؟ بيجرامي وقتها قال كلام مهم جدا عن قيمة الأهلي النموذج الملهم عشان تعرفوا حتى زي ما الأستاذ فاروق جودة بيقول كل الأحلام أنشط الأسواق سوق الأحلام وأقوى الاستثمار الاستثمار في البشر وأعلى النماذج إلهاما هو نموذج النادي الأهلي؟ ده مش كلامي ده كلام بيجرامي طب قل لي أنت كنت تحبي كرة القدم جدا؟ وعشقك هو النادي الأهلي؟ طبعا يعني زي ما أسره كلها يعني إلا القليل يعني عشقك النادي الأهلي وطب ليه ما روحتش ناحة كرة القدم؟ خاصة أن برضه كرة القدم ما كانش محتاج إمكانياتك حلي بلق برضه أنت في أي مكان ممكن تعمل تأسيم أو تلعب ليه ما روحتش ناحة كرة القدم؟ كمان يعني لو في القرى بما أن المساحات متوفرة وده كان جزء مهم جدا والمفروض الناس تشتغل عليه في الفترة اللي جاية يعني لو إحنا بنفكر في الناس بشكل سليم لكن إحنا كانت المساحات متوفرة جدا فكان ممارسة طول الوقت من الناس لكرة القدم بس أنا صبعا ما كنتش موغوب فيها أنا محب وبتفرج حاولت محاولات كثيرة لكن هي الفكرة كمان أن أنت تختار اللي يناسبك ودي كمان من الحاجات المهمة جدا حتى دور يكون دور أسري وكمان قناعتك الشخصية تحط نفسك في المكان الصح أو توظف نفسك علشان بتهديرش وقت كتير من حياتك صحيح فأنا كنت شايف أني كمان الأجسام هي الأنسب ليا كالجيناتكس لأن يعني برؤية عامة شايف أني ده يناسب جسمي أما كرة القدم بتحتاج موهبة على قدر من موهبة لازم يكون عند قدر من موهبة طيب قل لي أنت ليك يعني تكوس معينة بمطشة الأهل لما في مطشة أهل المرادة بتبلي هو عن مثلا يعني الأول ليه الأهل الأول عشان ده سؤال مهم جميل الأهل مش الأغنية الأهل كيان فعلا الأهل كيان لأنه مؤسسة ثابتة ونطجة يعني على مدار تاريخها كلها لها أسس ومعايير حتى لو اختلفت الأشخاص أو تدور الأشخاص على رئاستها أو الممارسة جواها أو أين كان العبي أشخاص مين هو ده السيستم اللي بيخلي الواحد يحب المؤسسة نفسها فكرة أن أنت بتشترق شايف أن دي حاجة لها ثوابتها اللي تخليك طول الوقت شايف أن نجاحهم مبني على واحد اتنين تلاته أهداف وطرق وأسليب وده اللي بيخلي الواحد يعني تكون جزء من حياته لو هو عايز ينجح في حياته فعلا يعني أنت خدت النادل أهل كدوة ليه كحب النادل أهل ايه كمؤسسة وكطريقة تفكير أنا شايفها أنها تنفع لأي مؤسسة نجحة في مصر وهي صحيحة مش المؤسسة الوحيدة لكن هي من أهم المؤسسات السابقة لأنها على مدار عقود طويلة يعني شغل يثابت شغل يثابت فالنادي الأهلي خلانا نحب إزاي عندك حيات ملوظفة يعني بنا في شخصيتنا حيات مهمة جدا حتى لو إحنا بعيد عن الأصل المشجع ممكن يرسم صورة في خياله حقيقة أو غير حقيقة لكنها كانت بالطبق الواقع بشكل كبير جدا يعني صحيحة فالأهلي كان يعني بالنسباننا كمشجعين درجة تالتة زي ما بقول بيئة كبير جدا من حياتنا يعني بص كلامك وإنت أسطورة كبيرة وحقق تنجاح كبيرة وبتتكلم عن نادي الأهلي لين انت عمرك في يوم الأهمل بستتشت يعني النادي الأهلي ما عندهش كمال أكساب وبتتكلم بهذا الحب وهذا الفخر للنادي بتاعك وبتقول في الأول لا قبل ما تسألني بروتوكولات بتاعته ليه الأهلي فالحقيقة لما بلاقي حدي كده الحقيقة فعلا بتلاقي شخصيتك انطبقت مع شخصيت النادي الأهلي أنت في حياتك كده هتلاقيك يعني تمرينك أكلك شربك أصل نجاح قصته واحدة في كل مكان أن أنت تاخد قصة ناجحة وتحقق بيها خطواتك ده مهم جدا عشان كده الواحد لازم يشوف رموز ناجحة يبقى الناس تنتسل ليها وتحط نفسها في اللاين بتاعها عشان تقدر تحقق النجاح بداية وانا يعني بحتفي بكل ما قاله وحنشرحه دلوقتي بيجرامي لازم يهني الزميل الكابتن هيسم هيسم سعيد الحقيقة هو راجل رياضي فاهم ويوجيد الحوار ويسمح بالمساحة أن نخرب كلام شديد النضج أنت بتشوف ذهنية هذا اللاعب وهو يتحدث عن أسباب النجاح مش بيكلم بقلبه ده بيكلم بعقله هو حب النادي الأهلي بعقله إلى درجة استحوذ على قلبه يعني بيقولك النادي الأهلي مؤسسة إذن العمل مؤسسي ملتزمة إذن الانتزام لها منهج وسوابت إذن المنهج ما حدش بيغير حاجة كل الناس بتعملها إذن المصداقية والتواصل وصرامة التمسك بأسباب النجاح وعدين أنت بقى كمشجع تاخد الكلام ده تستلهم منه خطط ليك فيكلم يقولك حتى التعبير يقولك أنا لقيت نفسي مش لعيب كورة أنا يعني جيناتك يعني ورصيا أو صفات الورصية بتاعتي تقودني إلى لعب كمال أجسام تناسبني أكتر وطبعا الحمد لله أنه راح كمال أجسام عشان يجيب لينا بطولة العلم وأكتر من كده تخيالوا هذا الرجل لو كان اللعب مثلا سير دي باك كان دغدغل وكان فرود عايز تسلط على بي يعني إنما أنا سعيد إن بسمع التحليل التحليل اللي هو مش بقى بالحب الأقل الحقيقة والكون أهو الحقيقة والكون لكن بحبه لأسباب علمية أيوة تديني أنا وغيري أسباب في الحياة خلينا ننجح لأن أسباب النجاح واحدة في كل حد صحيح هذا المنهج وهذا الالتزام وهذا النموذج بيخليك وإنت راجل مسؤول تعرف إنك أنت آه بتحب القلي بمسؤولية إنك تسيبه كده حبوه زي ما لقته دي كلمتي المستمر أو اتغيروا في حاجة ولا تحاولوا اتغيروا في حاجة فاااااا تحاولوا في حاجة